انا اعلم بموقف الاخ صبري وحديثه منذ اسبوعين على الاقل بانه يجب ان تعود سوريا وان الجزائر تؤيد عودة سوريا هناك دول عربية اخرى تؤيد عودة سوريا ولكن وحتى الان ليس لدي انا شخصيا كامين عام الجامعة العربية ما يؤشر الى نوايا محددة واضحة في صياغات مكتوبة في جوابات بتقول انه المجتمع العربي والعدوية الكاملة للجامعة العربية ترغب في هذه العودة هذا شق شق الاخر لا احد حتى هذه اللحظة تحسس طريقه مع سوريا واستشفى موقفها من هذا الموضوع اعتقد انه الفترة من الان حتى حينه عند انعقد هذه القمة سوف تظهر وتكشف عن النوايا الحقية لكل الدول الاعضاء ولكن كل شيء يتوقف على العمل من خلال تحرك رسمي مكتوب سواء في بند او في قرار وهذا مبكر بعد لم يحنى الوقت بعد لي مثل هذه الخطوة